النهاردة هو اليوم الثالث واليوم الأخير في تصويت في سباق الانتخابات الرئاسية في الخارج عشرين أربعة وعشرين هذا السباق اللي شاهد خلال أول يومين ليه إقبال كبير جداً من الناخبين المصريين على اللجان في كافة السفرات والقنصليات المصرية في الخارج وخصوصاً أنه تم توفير كل الإجراءات اللازمة لتسهيل عملية اقتراع المصريين الحقيقة أن شكل التوابير قدام السفرات بيعكس حالة وعي كبيرة عند المصريين في الخارج وانتبقاهم الشديد لوطنهم ورغبتهم في أنهم يشيركوا بإيجابية في كل الاستحقاقات الدستورية والوطنية ده حقيقي جداً يا مين أنا عايز أقولك برضو أن في عدد كبير من الدول الأوروبية كان فيها طقس شديد البرودة مبارح كان فيها درجات قياسية تحت الصفر ورغم كده المصريين أثبتوا قدام العالم أنهم كانوا حارسين على المشاركة في التصويت كان فيه عدد كبير جداً منهم أيضاً سافر مسافات طويلة علشان يوصل لمقر السفارة كان فيه أيضاً إقبال تاريخي من القرى الأسيوية يعني شفنا في ماليزيا في اندونيسيا مصريين ربما ما كانوش بيظهروا قبل كده في السباقات أو الاستحقاقات الانتخابية زي ما المصريين بتوع أوروبا والمصريين بتوع كندا وأمريكا كنا متعودين أنه نحن نشوفهم علشان كده لازم من جانبنا أن نحن نوجه كل التحية وكل الشكر لكل أهلين المصريين في الخارج اللي دايماً بيكونوا حرصين على المشاركة في كل هذه المناسبات الوطنية كمان مش حانس أبداً أن نحن نوجه تحية كبيرة للمرأة المصرية اللي دايماً بتكون عند حصن الضن زي ما مصطفى كان بيقول كنا متعودين نشوف دول معينة هي اللي دايماً بيبقى فيها إقبال على الاقتراع لكن نضملنا دول احنا شفنا دول كتير من أسيا شفنا دول كمان ما كناش متعودين أن نحن نلاقي فيها يعني تهافت على السندوق زي شفنا تشيلي وشفنا البرازيل دول ما كناش بنبقى بنلاقي فيها عدد كبير مهتم بالتصويت ولكن احنا شفنا تواجد كبير للمرأة المصرية فيها دي اللي جان وفي غيرها دايماً بتكون موجودة في مقدمة الصفوف في كل استحقاق وطني وبتكونش لوحدها بنلاقيها حريصة أنها تجيب معاها ولادها عشان تنمي فيهم الحس الوطني والشعور بالفخر ببلدها ده شفناها إمبارح بعدد كبير من السفارات المصرية احنا مستمرين مع حضراتكم النهاردة في متابعة تصويت المصريين في الخارج مرة تانية بنصبح على حضراتكم صباح الخير يا مصر